برحب حضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو في بداية السنوات الأولى من عمر الطفل ممكن للأم تبقى مش قادرة تحدد المشكلة اللي عند ابنها رغم انه هو بيبقى قدامها بيلعب باللعب اللي هو بيحبها وممكن من خلال اللعبة اللي هو بيحبها تقدر تكتشف هل هو عنده توحد ولا عنده فرط حركة ولا هو أصلا ما عندهش أي مشكلة والطفل طبيعي جدا كل ده من خلال اللعبة اللي هو مسكها على طول في قديه وبيحب يلعب بيها ولكن بقى علشان احنا نقدر نعرف هل هو عنده حاجة من الثلاث مشاكل دول كان لازم ان احنا نهارده نتكلم عن الموضوع ده ونفرق بين الثلاث مشكلات دول وده اللي هنعرفه ان شاء الله النهارده من الأستاذ الدكتور عولة سلمان أستاذ التوحد بكلية علوم الأعاقة كامعة الزقة دي برحب بحضرتك كده أهلا وسهلا بحضرتك دكتور ازاي الأم تعرف ان ابنها عنده مشكلة يعني من خلال اللعبة اللي هو بيمسكها في قديه وبيحبها ومتعلق بيها هنقول الأول زي ما ذكرنا قبل كده في لقاءات سابقة طفل التوحد ليه مشكلات معينة أو فيه قصور في سلوكياته بتأثر على النمط الحياة بتاعه غير الطفل الطبيعي غير طفل فرط الحركة وتشتت الانتباه اللي شغل الأوينة الأخيرة كل طفل يعمل سلوك غير طبيعي الأم تقول ده فرط حركة وتشتت الانتباه مش أي طفل شائي يبقى فرط حركة وتشتت الانتباه مش أي طفل يقعد في عزلة يبقى طفل توحد لأ ممكن يكون طفل طبيعي بس بيعاني من مشكلات هنفرق ازاي في استخدام لعبته الطفل الطبيعي الطفل الطبيعي الشائي الطفل الطبيعي الشائي اللي ما عندهش أي مشكلة إلا إنه عنده شوية باور زيادة معاه فعاوز بيخرج بيستخدم اللعبة استخدام طبيعي جدا المسدس بيستخدمه كمسدس العربية بيستخدمها كعربية بل بالعكس كمان بيوظفها إن كان بيدرب المسدس بيو 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 أنا ظابط أنا عسكري إحنا حرامية إحنا زباط زي مقول للأطفال بتلعب ممكن يفوكها ويركبها تالي ده 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 مرحلة عالية كمان ده فيما بعد اللي هو مرحلة من مراحل اللعب اللي هو اللعب البنائي أو اللعب التركيبي ده ده مرحلة عالية من مراحل اللعب لأن اللعب عندنا منقسم إلى عدة مراحل طيب ده الطفل الطبيعي اللي هو بيستخدم اللعبة استخدامها الطبيعي بس شيء ما بيعودش فترة طويلة على لعبة معينة ممكن يمسك المسدس بس يستخدمه استخدام طبيعي اللي هو صورة نورمالية ما فيهاش أي شزوز لكن الأم تقول إيه بيمسك اللعبة وبيرميها وبيمسك اللعبة تانية وبيرميها هو لأنه عنده عدة اختيارات فده إداله نوع من أنواع أنه ما يصبرش على لعبة معينة فترة طويلة طيب طفل التوحد لا طفل التوحد اللعبة ما بتعنلوش إنها لعبة يعني المسدس ما بيمسكوش إنه مسدس هو تعلقه بالأشياء أكتر من تعلقه بالأشخاص فبيتعلق باللعبة دية إن هي دي العالم بتاعه فاستخداموا اللعبة المسدس ما بيبقاش بطريقة صحيحة أو ما بيبقاش بطريقة طبيعية بيمسك المسدس تلاقي مثلا أو أي لعبة تانية عربية مكعب يلا يلف فيها يلا يقربها من عينه لا يبتدي يشم فيها يلعقها يتحسسها ما بيبقاش استخدامه لها استخدام طبيعي طيب طفل فرط الحرقة اللي عنده اضطراب فرط الحرقة اضطراب الـ A-D-H-D هو استخدامه لللعبة بصورة خطئة بصورة تدميرية ما بيبقاش ليه ما معندوش القدرة إنه يستخدم مثلا يملى المسدس إنه يلف بنزين العربية إنه يعمل اللعبة هو بيشطها في الطريق ما بيمسكهاش يستخدمها كاستخدام طبيعي زي الطفل الطبيعي بس الشاي هنا الأم تقدر تقول والله ابني ماسك اللعبة دي على طول ما بيسيبهاش من إيده متعلق بها فيه أطفال طبيعيين كده بس طريقة الاستخدام هي اللي بتبايي لنا هل الطفل دوت نورماليتي ولا هو نورمل أو أب مور طيب إن كان متعلق بها بس بيستخدمها بطريقة طبيعية خلاص ما فيش أي مشكل بتعلقوا باللعبة دي بيطلع فيها تقطو بيفرغ فيها لكن استخدامه ليها هو اللي بيفرغ إن كان عنده مشكلة ولا ما فيش مشكلة طيب بصورة بسيطة طبعا هو في مراحل مسكوليها إزاي بيلعب بيها إزاي بيستخدمها إزاي بيوظفها إزاي بيلعب بيها لعب رمزي يعني في عدة مراحل لكن بالصورة عامة إن هو بيستخدمها استخدام طبيعي استخدامه فيهوش يزوز استخدامه فيهوش لا سويا طيب إزاي دكتور بقى إحنا نقدر نفرغ بين الطفل اللي هو الأوتستيك اللي عنده توحد والطفل الـ ADHD اللي هو عنده فرط حركة والطفل الطبيعي الشقي من خلال لعبته إزاي نقدر نفرغ بالضبط منه وإحنا إزاي نقدر نستغل تعلق الطفل باللعبة في طريق سوي غير إن هو غير سوي إزاي إن إحنا نبتدي نوظف اللعبة دي توظيف طيب عند الطفل الشقي هو طاقة هو عنده باور بيخرجه ممكن يكون بيلعب باللعبة بسرعة بيلعب بيها ويسيبها ويلعب بلعبة تانية ويسيبها ويلعب بلعبة بس بيلعب بيها الصح بيلعب إن العربية بيبيب وبيمشيها صح يلعب بالطيرة إنها بتطير ويقولوا ويقلت صدها صح بيلعب إن جبنا له مكعبات مجموعة مكعبات ممكن يعمل أشكال بشكل بيت شكل طريق صح هنا أنا ما عنديش أي مشكلة مع الطفل دوت هو الطفل دوت بس كل القصة معاه إن عاوزة أبتدي أهدي من السلوكيات الشقاوة بتاعته وده سك التعديل السلوك طب طفل التواحد طفل التواحد لإن الاضطراب فرض قصور والقصور هو اللي فرض استخدامه للعبة بالشكل دوت فأنا ببتدي من خلال اللعبة نفسها أنا أمي عند الطفل لانتباه أنا أمي عند الطفل التفاعل مع الآخرين أنا أمي عند الطفل التواصل مع الآخرين عن طريق نفس اللعبة يعني ما بخلهاش وقول عشان ما يتعلقش بيها عشان ما نزودش الاضطراب لا من نفس اللعبة بخليها من حاجة بتأذي الحاجة بتنفع فبوظف اللعبة بيحب مثلا يمسك مكعب معين أو بيحب يمسك عربية معينة أو بيحب يمسك طيارة معين أنا هجعلها مع مجموعة أطفال هجعله يستنقل يعمل تفاعل مع الآخرين اللي الاضطراب فارد عليه قصور التفاعل مع الآخرين هبتدي خليه تواصل مع الآخرين اللي الاضطراب فارد عليه قصور التواصل مع الآخرين فأنا خدت من اللعبة طريق إن أنا أبتدي أنمي القصور اللي فرضوا الاضطراب الطفل الشائي الطفل الشائي العادي زي ما قلنا إحنا بدان بيستخدم اللعبة استخدام صحيح أنا ما عنديش مشكلة مشكلة في شقوته هشوف سببها وبيبتدي نعمل جلسات تأهيلية وهي جلسات عمتنية تنمية مهارات يتعليل سلوك طب طفل الـ ADHD ده يعني اضطراب كامل مشكلته إن كان الطفل بياخد أدوية إن كان الطفل راح جلسات تعديل سلوك عمل جلسات تنمية مهارات بس يا قصتها كلها إن كان توحد أو ADHD هي جلسات تعديل سلوك وتنمية مهارات بحيث إن أنا أستخدم اللعبة في شكل صحيح أستخدم اللعبة بشد بيها نقاط الضعف عند الطفل واجعلها نقاط قوة إزاي دكتور بقى الأم تقدر تستغل الموضوع ده وإن أبنها بيحب لعبة معينة فعلاق هتشوف اللعبة دي مثلا بيحب العربية مجموعة عربيات مع مجموعة أطفال وإنت هتلعب بالعربية الحمراء وأنا هلعب بالعربية الخضراء ويلا إحنا نعمل سباق عربيات تخلي الطفل يندمج مع الأطفال الآخرين ما تسيبوش كده مش بيمسك اللعبة والطفل ساكت لا ما ينفعش في بعض الأوقات وفي اطراب طفل توحد أنه بيندمج ساعة أو بيبقى الطفل سناء الاطراب أو مززوج الاطرابات فبيبقى توحد مع اطراب فرط الحركة خلاص أنا الطفل مرتبط بطيرة معينة الطفل مرتبط بمكعب معينة بلعبة معينة أنا بخليه واحد يندمج مع الآخرين في لعبة جامعية فبنمي عنده حاجة سماتة في عالي اجتماعي اتنين بخليه يزود فترة الانتباه والتركيز اللي عنده قصور فيها فعملت حاجة سماتة عليه تفترة الانتباه والتركيز تلاتة استغلال اللعبة بشكل صحيح يستخدمها كلعبة مش كتعلق بشيء ملوش فايدة بالنسباله أربعة بشوف ايه نقاط القصور عند الطفل في المهارات الأخرى وبجعل اللعبة هي المدخل اللي بنمي بيها تلك المهارات قصور في مهارة الانتباه قصور في مهارة التواصل قصور في مهارة التركيز قصور في مهارة الادراق التفاعل الاجتماعي ذا نهية دي هتبقى المدخل بتاع زي ما بندور لكل طفل على مدخل ده هي دي هتبقى المدخل بتاعي ان انا اعرف استغلالها مع الطفل ازاي تفاعل الطفل مع اللعبة نفسها انا مش هخلي الطفل بينه وبين اللعبة بيتفاعل لا ده اللعبة دي جزء وهتبتدي نلعب كلنا مع بعض يعني والدته هتلعب معي؟ والدته اخواته جرانه قريبه ما هي الأم ما تقولش انا ما عنديش حد اعودي انت مع ابنك انت نفسك مدرسة كاملة وهي الأم لو ما ساعدتش الطفل خلاص هي موظم الأمهات بتسيب الأولاد مع اللعبة باللعب بتاعتهم على اساس ان هو ساكت ومليح بس بترجع تعاني وتقولك انا نفسي يبقى زي الولايات الطبيعيين انا نفسي يلعب بشكل طبيعي انا انكسفت مبارح وابني ماسك اللعبة عمالي يقرب ليها ويشمي فيها ويدورها والعيال بيلعبوا او الاطفال بيلعبوا بصراح كويسة فهي بعد كده هي انا سيبت بفترة وبعد كده برجع اشيل سلبيات الفترة دي فمن الأول انا لو لاحظت بمجرد الملاحظة ان ابني بيتفعل او بيتعامل مع الألعاب بشكل غير سوي غير سوي طيب انا فيه طفل بيقعد يقصر ده سلوك غير سوي لكن لو عنده مشكلة هي دي اللي لازم نبتدي نشوفها ولازم نبتدي نقول هنبتدي نحلها ازاي او نأهلها ازاي مشكلات اضطراب التوحد مشكلات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هي احنا جزء تأهيلي وزي ما ذكرت قبل كده احنا جزء تأهيلي وليس علاجي هو بيروح لدكتور نفسية وعصبية اطفال او مخه اعصاب بيدي له دواء علاجي جانب العلاجي والجانب التأهيلي اللي هو المهارات بقى احنا اللي بيننميه فده شغلنا احنا كاخصائين تربية خاصة حاليا دكتور مثلا التوحد فيه توحد شديد فيه توحد متوسط بسيط ومتوسط وشديد وفيه ناس عندهم سمات توحد هل ده حيفرق في اللعبة بتاعتهم برده اولا ما فيش حاجة سمات سمات توحد المصطلح ده خاطئ هو يفيه توحد وبيتردد كتير بيتردد كأننا بخف وطئة المشكلة على الام مش اكتر الولد عنده طيف توحد بخف وطئة المشكلة على الام هو ايا فيه توحد ايا ما فيش توحد يا عنده مشكلات جعلته زي الحرمان البيئي بيتشابه تشابه كل مع طفل التوحد بس بمجرد ما بنعمله برنامج تفاعلات وبرنامج متكامل لغوي وتفاعلي ورعاية بيبقى الطفل طبيعي فهل طفل الحرمان البيئي هو طفل توحدي لا فسمات التوحد طفل التوحد اصل ساعات بتظهر سمات وساعات بتختفي لا احنا بنعمل بعد فترة الملاحظة بنعمل اختبار وبعد الاختبار اللي بيقول اه توحد فبنمشي معاه التوحد هل بسيط هل متوسط هل شديد او مش توحد فنشوف المشكلة اللي عنده اذا كرنا قبل كده قصة طفل الكرتون او اللي هو نقص التفاعل الاجتماعي الطفل اللي متوحد مع التلفزيون هو طفل طبيعي بس انت تركت العالم بتاعه الاستقبالي بتاعه كرتوني في التعبير يمكن يرجع طفل طبيعي تاني زي الولاد النورمال ومفيش اي مشكلة ان ما كانش يعاني من اضطراب التوحد ما كانش يعاني من اضطراب طي في التوحد المصطلح العلمي لكن ان كان بيعاني من اضطراب طي في التوحد احنا بنأهله هل هيبقى طفل طبيعي لا بس هيبقى طفل طبيعي شبه طبيعي بيعرف يتعامل ويتفاعل ويدرك ما حوله بيعرف يكون وجهة مع الاطفال او مع الاسرة امام المجتمع احنا استفنى جدا طبعا دكتور نهاردة من لقائك وان شاء الله تكوني معانا في لقاء تاني بأمر الله واشكرا جدا للبين افناية اللقاء واشكركم واشوفكم فقط تاني